ارجعنا لكم ما زلنا معاكم في اكس بريس ويكاند في اه قمنا مش نحكيه وعلى آآ ناخدوا فكرة على الموارد اللي مائية في الجزائر والمغرب آآ اللي آآ كيما قال انيس من رأينا من بكري دونك البحر الابيض المتوسط يعيش في جفاف سواء على الجانب الشمالي او الجنوبي آآ للبحر الابيض المتوسط مش نرجع وزيد على ما نخزون السدود في بلادنا مرحبا يا نيس من جديد. اهلا وسهلا مرحبا. نبدأ من مخزون السدود وبالطبع ونحكيه على الموارد المائية امام فترات الجفاف في شمال افريغتين. آآ بالنسبة للموارد المائية في تونس ولا بتحديد المخزون متاع السدود آآ جمع هذي فستو الجمعة ما انا متغيرش برشة نهار سبعة عشرين مارس مثلا هو المخزون كان ثمانية سبعة ستين مليون متر مكعب ونسبة تعبه سبعة وثلاثين فاصل خمسة في المائة. آآ نلقا با اليرادات آآ منزلت ضعيفة من او الموسم آآ زراعي حتيش تلتوه كانت آآ خمسة مية واربعة وثلاثين مليون متر مكعب. هذي حتيش نهار سبعة عشرين مارس. من واحد سبتمبر آآ حتيش تبع آآ حتي السبعة عشرين مارس. كانت خمسة مية واربعة وثلاثين مليون متر مكعب. وهذا يمثل نسبة اربعين فاصل ستة في المائة من المعدلات متاع الفترة اللي هي مليار واربعمائة وتث وخمسين مليون متر مكاعد. اه الامتار رغم اللي في الفترة الاخرة اه تصب والحمد لله هذي كامامتار خاصة به الفلاحة. اه ما جابتش برشة كميات للسدود. الحمد لله اه مخزون سدود في تحسن. لكن مازال ضعيف. ورب ان شاء الله يرحمنا. اه ان شاء الله سانة في الحياة تكون طيبة نجي متر اخرز هذا في عفرين خاصة للحبوب. وكي ما قلت المنطقة تعيش في جفاف وبرشة دول مجاورة عندها اشكاليات بالنسبة للمياه. اه خلنا عطيك فكرة نبدأ بالجزائر مثلا الجزائر حاليا ثمانين في المياه من اه مياه الشرب متاحها جاية من تحليط المياه. اه وهل الرقم هذي ثمانتاش في المياه بش يطلع للثنين وارمعين في المياه في اخر سنة الفين وارمعين خاطر فما خمسة محطات تحليط مياه البحر. اه قاعدة اه في في الجزائر وان شاء الله تدخل حيزا الاستغدار قبل نهاية العام هذيئ. زادة فما ستة محطات اه اخرى اه تحضر حتى الفين وثلاثين وبش ينتلق تنتلق لشغال متاعها بداية امن الفين وخمسة وعشرين. وهكا الجزائر بش توصل النسبة ستين في المياه شدة عندك ستين في المياه من مياه الشرب بش يجي من تحليط مياه البحر. نوك رقم كبير اه برشة. الجزائر معنا معاملوا برشة على تحليط مياه. نلقاه الجزائر زادة فيها في الوقت الحالي اه خمسة وثمانين صد. هذي في الفين واربع عشرين بتاقت تسعة مليار متر مكعب. في الفين وثلاثين تاقت الصدود بش توالي اثناشن مليار متر مكعب. دخول صدود جديدة. الجزائر عندها توت تلاثة وعشرين محطة تحليط مياه البحر. بتقدم برشة الجزائر في مجال تحليط مياه البحر. وكان عندهم اه اشكاليات اه برشة كلمة لكن امام الجفاف سنتين الخرنين والا تلاثة. اه سرعوا في التصليح متاعهم ودخلوهم حيز الاستغلال. اه في الجزائر فما ميتين واحداش محطة انطع تطهير مطعمية معالجة. بتاقت واحد مليار متر مكعب في العام. بالنسبة للمخزون الجزائر عندي بعض الارقامة ما هي من بداية شهر نهار اربعة مارس الفين واربعة عشرين. المخزون في سدود الجزائر كان ثلاثة فاصل خمستاش مليار متر مكعب. ونسبة تعبه بتاع السدود واحدة واربعين في المياه. وشد عندك معلومة هذي. هذي نسبة واحدة واربعين في المياه. نسبة مخلطة لهيش من خمسة سنوات من عام الفين واسهتاش. شوف ما نهار رقم عنيش حبيت نعطيه. باش نشوفوا اه ناخذوا فكرة. او زيد المياه هنا ناقصة. ها فنشوفنا اه شرب الجزائر معاولة برشة على تحليل المياه. نرقاوا انتاج القمح في الجزائر في الفين واربعة عشرين من المنتظر بشيكون في حدود اربعين مليون قنطار. وانا اربع مليون طن. في الفين وثلاثة وعشرين انتاج الحبوب كان تلاتة فاصل سبعة مليون طن. وفي الفين واثين وعشرين كان تلاتة فاصل اربعة مليون طن. هذي بالنسبة للجزائر خلنا نخطبه بالمغرب. المغرب عندها ستة سنوات جفاف متارية. اه حاليا مخزون اه سدود حرج. حرج خلتر المغرب ما عندها كان ميتين وثمانية وتسعين مليون متر مكعب. هذي هنهار سبعتاش مارس سفين واربعة عشرين. بنسبة تعب اه متاع ستة وعشرين فاصل ستة اه في المياه. دونك اه نرجع نرقا ما عطيناهم اليوم. تونس نرقاو رويحنا نسبة التعبة في سبعة وتلاثين فاصل خمسة في المياه. الجزائر اه نرقاو اللي عنا نسبة تعب اه في الاربعين في المياه زادة. اه ونرقاو المغرب اقل برشة بنسبة ستة وعشرين فاصل ستة في المياه. اه في المغرب اما مية وخمسين سد كبير. والااا المغرب عرفت موجة اه جفاف كبيرة من الفين وثمانتاش لالفين وعشرين ومزلت متواصلة. المغرب عندها حداشن محطة لتحليت مياه البحر. وقاعدة تحضر في حدوك للتدخل في الفين وخمسة وعشرين. وعندها عشرين محطة جديدة يحضروا في الفين وثلاثين. شوفوا محطات معناها احنا برشة يلوموا في تونس يعطيك صح يلوموا في تونس. عليش تعمل في التحليت مياه البحر وغراء ومكلفة وكذا. لكم فماش حل اه البحر وامامكم والعطش ووراكم فماش امام الجفاف ما عندك ما تعمل يلوم يوم يعني نستغلوا مياه البحر مهما كانت التكلفة. هنا المغرب عندها طاقة متاع تحليت اه المياه اه بدخول عشرين محطة جديدة في الفين وثلاثين. والمحطات الحالية التاقم بتاع تحليت المياه. بش تخلط واحد فاصل ثلاثة مليار متر مكعب فلسنة. اه بش يمشي منها ثلاثة خمسين في المية لمياه الشرب. ثلاثة عشرين في المياه للراي واربع عشرين في المياه للصناعة. هنا للمغرب شفت جزيرة تستعمل برشة تحليط المياه بشغل ستين في المياه عام الفين وثلاثين. خاصة للشربين. المغرب تستعمل زادة تعمل تحليط المياه وتستغلها للراي الفلاحي. انتاج الحبوب يكملوا بها في المغرب. آآ الله ما تقولوا حبوب هنا قمح صلب وقمح لين وشعير وما يصد ورا. حسب وسائل الاعلام المغربية في الفين واربع وعشرين الانتاج بشيكون ثنين فاصل خمسة مليون طن. وهذا يا شدة عندك هو الثالث اضعف انتاج في تاريخ المغرب من الحبوب طبعا. المغرب آآ بعد ما ورد آآ قمح بما قيمته واحد فاصل تسعة مليار دولار في الفين وثلاثة وعشرين من المنتظر انه بشي ورد عشرة مليون طن من الحبوب في الفين واربع وعشرين. معناها آآ منها بليتو منها ستة مليون طن قمح. لانك عطينا فكرة. آآ. مش لعبين تفهم احنا في طنس حتى ديما نعطيه في ذرقام على تونس باش تنخل مرويحنا احنا وين وش قاعدين يخطوا الجزائر عندها محطة قبل الفين واربعا الفين وستة دخلت حيزة آآ ما انا تعمل ميتين الف آآ متر مكعب في اليوم تحليت مياه وخدموها توين صدير وبدأت بقى على بكري آآ بالآ معناها في المجال هدايا احنا تونس وقاعة اخير في محطة طح اللي كان مفروض يكونوا حاضرين كلهم في الفين وستاش لكن اول محطة محطة جربة حاضرت في ماي الفين وثمنتاش شكرا لك باركة لو في كنيس بالريانة كل هذي التفاصيل شكرا لكم على الاستماع كيف العادة تلقوا الفيديو بتاعنا موجود على الشين يوتيوب اكس بريس افام قلوكم فينا من الناس كلها